حقل من الألغام يسير عليه النظام المغربي بفعل السياسة العرجاء التي يتخذها مبدأ منذ عقود ما تسبب في استفحال الفساد الذي يعتبر أصل كل داء في الداخل المغربي لم يمضي يوم الفاتح حماية المصادف لعيد العمال العالمي حتى وجد المنطفضون في وجه الحكومة المغربية أنفسهم قيد الاعتقال بعد أن قالوا كلمة حق اعتبرها نظام المخزن باطلا بمنطق تحوير المطالب التي ينتهجها ويتخذها شماعة لتكميم الأفواه المطالبة بالتغيير وعقب الاحتجاجات التي شهدتها أغلب المدن المغربية نشرت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بيانا أكدت فيه أن الحكومة المغربية عملت على تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بدل معالجتها مؤكدة أن قانون المالية للسنة الجارية تضمن كل أنواع الاختيارات الاقتصادية والمالية الطبقية الهادفة إلى مزيد من تركيز الثروة في يد من سمتهم حفنة صغيرة تجمع بين السلطة والمال بالإضافة إلى امتيازات ودعم لا مشروط للرأس مال الريعي الاحتكاري على حد وصف نص بيان الكونفيدرالية مقابل مزيد من التفقير في حق أوسع فئات الشعب المغربي معلنة عن تزايد تعداد الفقراء بما يفوق ثلاثة ملايين شخص إضافة إلى اللامبالات تجاه ما يعيشه المغاربة من غلاء مهول في أسعار المواد الأساسية وتلكم سياسات تضع نظام المخزن على صفيح ساخن يرى متتبعون للمشهد المغربي نحن نطالب اليوم بالعدالة الاجتماعية ونطالب بالحرية وبإعادة تنظيم الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المغرب بالنظر إلى أننا في وضع خطير للغاية لهذا السبب ندعم هذا الاتحاد نحتفل اليوم في الأول من ماي لنبلغ الحكومة أننا هنا للدفاع عن تدمير القدرة الشرائية للمواطنين نحن هنا للدفاع عنهم وعن جميع الموظفين بالنظر للوضع الكارثي الذي وصل إليه المغرب النقابات جددت رفضها كل تمطيط في الاستجابة لمطالب الطبقة الشغيلة والشعب المغربي مطالبة بالإنصاف الفوري لكل الفئات المتضررة محملة المسئولية الكاملة لحكومة أخنوش ونظام المخزن في ارتفاع منسوب الاحتقان نتيجة ما يعيشه المغرب من ترد خطير على جميع الأصعاد محبث 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 م